رحبا الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودول اللجنة الربعية بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة من قبل الأطراف السودانية ودعت الأطراف الدولية إلى التنسيق من أجل إجراء حوار لوقف أكثر استدامة للأعمال القتالية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها السودان تبقى هناك بارقة أمل للتهدئة لا سيما مع الموافقة على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة من قبل الأطراف السودانية الهدنة لاقت ترحيبا إقليميا ودوليا واسعا حيث أشاد الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودول ما تسمى باللجنة الربعية بتمديد وقف إطلاق النار داعين إلى تنفيذه بالكامل وبحسب بيان صادر عن الربعية التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والسعودية وكذلك عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد فإنهم على استعداد للتنسيق من أجل حوار لوقف أكثر استدامة للأعمال القتالية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أشاد هو الآخر بقرار تمديد وقف الأعمال القتالية مناشدا الأطراف السودانية بالالتزام بإنهاء القتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وعليه فإن هذه المرحلة الأولية من الدبلوماسية ستسهم في إنشاء عملية لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية وتوصيل الأعمال الإنسانية والمساهمة في العمل على تطوير خطة خفض التصعيد